أنا شوي بركز عليه موضوع أنك كيف لما قررت تقتحم مجال التمثيل لأنه بصراحة هذا مهم جداً وممكن تجربتك تكون ملهمة لبعض الشباب اللي عندها رغبة أنه يكون في مستوى الأستاذ ميلود العمروني واللي يتمنوا أنه يشوفوا الشباب يكون العراب ليهم ميلود العمروني لما ليه اسم يعني مش عارف إذا كان مرات بخلي نقوله بموقف كوميدي موقفكي حسيت أنه اضحكت فيه وتجربة لما تذكرها توا مع والدك وأسرتك ممكن يعني تضحك وتقول سبحان الله كيف كانت واليوم كيف أصبحنا يعني لما أول عمل درته وشاف والدك وأسرتك والمجتمع المحيط بيه لأنه مسألة اللي هي مسألة المحافظة الاجتماعية وشوفوا أنه العمل الدرامي عمل عيب والعادات الاجتماعية ولماذا ذلك فشنو اللي ممكن اليوم يستذكر عميلود العمروني ويقول أنه والله هذا كان طرفة وكان نوع من الفكاهة وادحكت فيه أنا طبعاً كنت لصيق بوالدي وأنا صغير ومعجب بوالدي ودائماً حتى لما نقعم زن باهت فيه واجدك يعني دائماً هو قدامي ديماً باهت فيه واجد نتأمل فيه دائماً يعني وفيبتسم لما يشوف دوريد لحام في صح النوم والله مقالب غوار والله كذا فقلت هذا الرجل اللي أسعد والدي انتمنى أني نا نكون كيفة يعني فحطيت أنا من ضمن رغباتي أني نا نكون ممثل بينما كان والدي ما يبنيش نمشي في الطريق لأنه عارف أنه هو شكله عنده خلفية أنه ما فيش قدر للفنان وما توكلش عيش وهو ممكن يكون عارف بس ما قالهاش لي يعني فما كانش يبني لكن نتذكر سنة ثمانين أول ما خشيت للتلفزيون أنا سنة ثمانين عارف هو أنه عندي برنامج بينزل الليلة فقاعد هو يلي التلفزيون وأنا قاعد يلاني بنحق التتر نبنشوف أنا وين اسمي يعني كويت فلما مر اسمي لقا ميلود العمروني قراها وبهت فيي أنا في وجي فطبعا أنا شنو شعرت أنه يبي وين محمد موسى يعني هو اسمه يبي اسمه يعني لما أكملت الحلقة قلت له يا باتي أنا سمحني أنا رو حطيت اسم العائلة لسبب يعني لأنني نال المسرح المتاعي المسرح الحديث المسرح الحديث في تيورينو شارع من شوارع بنغازي الشهيرة الآن معروف باسم شارع عمر بن خطاب وفي ظهر المسرح المتاعي شارع اسمه شارع محمد موسى فالناس تم يقولي هذا شارع حكمه شارع حكم فأنا قلت لهم لا أنا ميلود العمروني هذا محمد موسى شاكر وأنا ميلود محمد موسى بوشناف العمروني فما قدرتش ندير بوشناف باعتبار أنه في عائلة اسمها بوشناف فدرت عائلتي لي العمروني وقعد هو اسم فني هنا والدي قدر وقعد كل ما يلقان يقول لي ما فيش جديد نقول لي عليش يا باتي أنت مش شارك الفن يقول لي لا ما هو الناس يسألوا فيه يقول لي ولدك ما عنداش حاجة جديدة نبين نقول لهم ففي السنوات الأخيرة كان هو معجب وكان فخور بي ودائما لما يجي يقول لي ها ومشي درنة إن شاء الله خير يقول لي راو مثلا عندنا مهرجان يقول باقي بالشنوء لما يسألوا الناس يقولوا ميلود راو في درنة عنده مهرجان وراو ماشي لدرابلس راو يصور في عمل وهكذا يبي دائما الأخبار للفنية تكون عنده لأن الناس عارفين واده ويسألوا فيه ميلود ابنه مصدر فخر ليه وإلهام ما عندش قاعد مثلا حالة اجتماعية لأعيب راوية كماتل راوية إنهم فضل الله وهذا الحقيقة فضل الله وفضل الناس اللي شجعتنا وصبتهم أنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة